العمليق او قوم عاد ام الفراعنة هم بنات الاهرام من بنى الاهرام سؤال كما قلنا وقال حير الكثيرين قديما وحديثا فقال البعض انهم سكان من كوكب اخر جاءوا قبل الطوفان الى الارض وبنوا الاهرام وقال اخرون ان كهنة الفراعنة استعانوا بالجن في بناء الاهرام وقيل ايضا ان الناجين من سكان قارة اطلنتس الغارقة في المحيط الاطلنطي هم الذين بنوا الاهرام وقيل ايضا ان العمليق او الجبارين او قوم عاد هم بنات الاهرام لكن الشائع لدينا في مصر ان الفراعنة هم بنات الاهرام ونحن في بحثنا عن الحقيقة نعرض لكل الاراء فقد ذكرنا قول ابن عبد الحكم المؤرخ القديم في تاريخه عن مصر قوله ان الاهرام بنيت في زمن شداد ابن عاد ولكنه لم يجد توثيقا لهذا الخبر من اهل مصر ولكن رجح بناؤها قبل الطوفان لانه لو تم بناؤها بعده لكان علمها عند الناس وتلك وجهة نظر مقبولة لدى اي باحث ومن المعلوم ان العمليق وهم من العرب البائدة وكانوا يسكنون اليمن فلما هدم سد مأرب هاجروا وتفرقوا في الارض فمنهم من سكن بجوار البيت الحرام بمكة زمن اسماعيل عليه السلام وامه هاجر ومنهم من سكن الشام وهم الجبارون اهل فلسطين ولما تم طردهم من مكة بواسطة قبيلة جرهم نزحوا الى مصر وعاشوا فيها ويرى البعض ان الاهرامات المصرية بنيت في عهدهم والحقيقة ان العماليق والجبارين وقوم عاد والفراعنة سلالة واحدة لقبيلة واحدة ولهذا حدث الخلط فمن هم بنات الاهرام وهذا ما ذهب اليه الطبري في تاريخه كما سنعرض ذلك في كتاب الفراعنة لصوص الحضارة يقول مؤلفه محمد سمير عطى تمثال ابي الهول غير مدون عليه اية كتابات تثبت انتماءه لاي من الفراعنة مما اذهل العلماء ان اكبر واشهر تمثال في العالم غفل الفراعنة عن التدوين والنقش عليه والسبب في ذلك ان ابا الهول كان مغطى بالرمال في عهد الفراعنة فلم يكتشفه بينما اكد العديد من علماء الجيولوجيا بان تحليل الترسبات على جسد ابي الهول تدل على وجود كمية مياه هائلة اذابت الكثير من على جسده مما يدل انه عصر العصر المطيرة الذي انتهت حقبته منذ ما يناهز 11000 عام وهو ما يعني انه بكل حال من الاحوال لا يمت للفراعنة بصلة بحسب مؤلف الكتاب وهنا يتساءل الكتاب هل يعقل ان الفراعنة الذين نقشوا وزخرفوا كل المعابد ولم يتركوا حجرا الا ونقشوا عليه ونسبوه الى ملوكهم نسوا ان ينقشوا داخل الاهرام مفخرة المباني المصرية والعالم اجمعا يعتقد المؤلف ان لغز الاهرام المدفونة بالرمال وغير المكتملة البناء التي حيرت العلماء جاءت بسبب اندثار البنات من قوم عاد بريح مفاجأة عاتية موضحا انه تم اكتشاف 65 هرما مدفونا بالرمال غير مكتملة ويتساءل لماذا تم وقف العمل فيها فجأة رغم ان الحضارة الفرعونية لم تختفي من الوجود فجأة اما رابع الادلة القرآنية التي يسوقها المؤلف على ان عادهم بنات الاهرام قول الله تعالى في سورة الاحقاف فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم وفي سورة العنكبوت يقول تعالى وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم مما يعني ان الله عز وجل ابقى من مساكنهم عبرة لمن بعدهم ويقول مؤلف الكتاب ما نعتقد نحن انها معابد انما هي مبان لهم كانوا يسكنونها حيث نلاحظ دائما من ارتفاع الاعمدة انه مساو لارتفاع قوم عاد ونلاحظ ارتفاع النوافذ وحجم الحجارة المشيدة منها انها مساكنهم التي اتخذها الفراعنة من بعدهم معابد كما يوضح ان كل حضارة احتوت على بعض التماثيل والابنية الضخمة ولكنها من القلة بحيث تعد على اصابع اليد اما الابنية المصرية فهي من الكثرة التي توحي ان اصحاب تلك الابنية كانوا من العماليق كما ان جميع الحضارات شيدت ابنيتها من حجر صغير يتناسب مع احجام شعوبها مهما كانت ضخمة تلك الابنية ولا يعترض مؤلف الكتاب على فكرة ان يكون الفراعنة قد سكنوا مساكن قوم عاد لقوله تعالى وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال ثم قاموا ببناء حوائط داخلية لتتناسب معهم مع زخرفتها بنقوش ونسب فخر بنائها لهم تماما كما فعل النصارى الاوائل حينما سكنوا معبد ادفو هربا من اضطهاد الروم لهم ثم قاموا بشطب النقوش الفرعونية من جدران المعبد لانها تمجد ديانة اخرى وهذا الكلام يجعلنا نسأل عن قوم عاد من هم واين عاشوا وسوف نتعرف عليهم باختصار في السطور التالية ثم نعرض لصاحب الرأي القائل انهم هم بنات الاهرام في مصر من هم العماليق العماليق هو اسم يطلقه العرب على قبائل الكنعانيين والاموريين الذين كانوا يسكنون شبه الجزيرة العربية وهم من اقدم الامم التي سكنت الجزيرة العربية من ذرية عمليق بن لاوذ بن ارام بن سامن بن نوحن عاصروا الانبياء وتفرقوا في البلاد وحكموا بلدانا كثيرة مثل نجد والبحرين وعماني مصر اليمن وسوريا الحجازة العراق الاموريون وصفوا في التوراة بانهم اقوياء عظماء القامة كمثل ارتفاع اغصان الارزي وانهم احتلوا ارضا شرقا وغرب الاردن مملكتهم توصف بانها اخر مماليك العماليق المتبقية سفر التثنية ثلاثة الى احد عشر وكان منهم ملك مصر الذي عصر النبي يوسف عليه السلام وكلمة عملاق في اللغة تعني طويلة ويبدو ان قبائل العماليق كانت تتميز بشيء من الطول والجسامة ويرى بعض المؤرخين الحديثين ان سكان الجزيرة العربية كانوا حتى عام 1600 قبل الهجرة ضخاما وبقي لهم احفاد الى ما بعد ذلك وعرفوا بهذا الاسم وان لم يكونوا يحملوا ذلك القدر من الطول ولا يعمرون ما يعمر به اسلافهم والعماليق في كتب التاريخ العربية من احفاد عمليق بن لوذ بن رم بن سام بن نوح كانوا يسكنون جنوب الجزيرة العربية ثم رحلوا وسكنوا مع الاحفاد الاخرين لنوح في منطقة الرافدين ثم خرجوا مع مجموعات اخرى وتكاثر احفاد نوح حتى زحم بعضهم بعضا وخرجوا من العراق عاد العماليق الى الجزيرة العربية وانتشروا في انحائها وسكنت قبائلهم الكثيرة في نجد والبحرين وعمان واليمن وتهام وبلغوا اطراف بلاد الشام وايضا انتشروا بمصر وكان منهم بعض حكام مصر ايضا ويرى الطبري ان جدهم عمليق هو اول من تكلم العربية كما ان اسفار التوراة ذكرتهم عدة مرات وسمتهم باسمهم العماليق حينا وباسم الجبارين حينا اخر وذكرت اسماء بعض زعمائهم ومدنهم العربية فقد عصروا دخول وخروج بني اسرائيل من والى مصر واصطدموا معهم في معارك عدة بمنطقة سيناء بعد خروجهم من مصر وقال الطبري عمليق ابو العماليق كلهم امم تفرقت في البلاد وكان اهل المشرق واهل عمان واهل الحجاز واهل الشام واهل مصر منهم ومنهم كانت الجبابرة بالشام الذين يقال لهم الكنعانيون ومنهم كانت الفراعنة بمصر الاموريون العماليق البدو وقال ايضا والعماليق قوم عرب لسانهم الذي جبلوا عليه لسان عربي وان عمليق اول من تكلم العربية فعاد وثمود والعماليق وأميم وجاسم وجديس وتصمهم العرب وقال ابن خلدون في كتابه تاريخ ابن خلدون ومن العماليق امة جاسم فمنهم بنو لفن وبني هزان وبنو مطر وبني الازرق وبنو الارقم ومنهم بديل وراحل والذار ومنهم الكنعانيون وبرابرة الشام وفراعنة مصر ذكروا في التوراة بوصفه شعبا معاديا لليهود وقد عدهم اليهود من اعدائهم الازليين فقد ذكرتهم التوراة بالآتي فالآن اذهب واضرب عمليق وحرموا كل ماله ولا تعفوا عنهم بل اقتل رجلا وامرأة طفلا ورضيعا بقرا وغنما جملا وحمارا سموئيل الاول خمسة عشر وكما ذكرنا سلفا ان الاموريون وصفوا في التوراة بانهم اقوياء عظماء القامة كمثل ارتفاع اغصان الارز وانهم احتلوا ارضا شرقا وغرب الاردن مملكتهم توصف بانها اخر مماليك العماليق المتبقية وقد جاء ذكرهم في الكتب العربية كالمنتظم في التاريخ لابن الجوزي وكتاب الكامل في التاريخ لابن الاثيري وذكر اسم العماليق ايضا في الكتابات الارامية بالعراق وسوريا على انهم كانوا جنودا في مماليك الرافدين والشامي وقد فسر الباحثون وعلماء الاثار كلمة العماليق على انها الجنود البدوي عمون او عم بمعنى بدو ليق بمعنى جندي ونعود للرأي القائل بان قوم عاد هم الذين بنوا الاهرامات مع العلم ان مقومات حضارة بنات الاهرام من اهرام ومعابد ضخمة ومسلات شامخة واعمدة طويلة يقف جميع مهندس العالم امامها في ذهول تام من حيث ما اجتملت عليه من معلومات هندسية وفلكية عالية التقدم ودقة فائقة في التصميم علاوة على كونها قوية البنيان ضخمة الحجارة التي بنيت منها قد تصل في احيان الى عشرات الاطنان اضافة لبعد مواقع البناء عن اماكن المحاجر التي اخذت منها في حالة الاهرام وصعوبة شقها في صخور المبنية منها مثل معبد حتشبسود كل هذا يقتضي ان يكون اصحاب هذه الحضارة يمتلكون سمات خاصة جدا هذه السمات جعلتهم يتفردون عن باقي الامم والحضارات ولعل ابرز هذه السمات هي واحد ان الصفات الجسدية للبشر غير عادية بالنسبة للبشر في زماننا اثنان دراية وعلم كبير في الفلك والهندسة تفوق دراية باقي البشر من الازمنة اللاحقة ثلاثة وجود وسائل نقل قوية وكثيرة غير وسائل النقل المعروفة في الزمن القديم اربع توافر اموال كثيرة ومصادر طبيعية للتمويل ومدد بالمؤن والغذاء خمسة وجود رغبة عارمة من افراد هذه الحضارة في التكبر والتجبر والتميز ستة وجود وسائل رصد وقياس قوية ولعل هذه صفات قوم عاد كما وردت في القرآن قال تعالى كذبت عاد المرسلين اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا لها واطعوني وما اسألكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اتبنون بكل ريع اية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون واذا بطشتم جبارين فاتقوا لها واطعوني واتقوا الذي امدكم بما تعلمون امدكم بانعام وبنين وجنات وعيون اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم من خلال هذه الايات نستنتج صفات قوم عاد واحد جبارون اثنان يمتلكون علما عظيما وتفردوا بتذكيرهم بهذا العلم اذ لم يذكر الله هذا مع ثمود ولا فرعون ولا قوم لوط ولا غيرهم من الامم وقال عنهم عندما جاءهم العذاب فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ثلاثة لديهم انعام ودواب كثيرة وعظيمة استحقت ان يذكرهم بها الله اذ لم يذكر احدا بالامداد بالانعام غير قوم عاد اذ ذكر الله الناس جميعا بفائدة الانعام فقد قال تعالى ومن الانعام حمولة وفرشا كل مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين وقال ان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين لكن لم يذكر احدا بالامداد بالانعام غير قوم عاد اذا فهو امداد عظيم على غير ما نشهده اربع انهم شعب كثير امدكم بانعام وبنينة وخاصة الشباب بنينة ذكرهم الله بنعمة الامداد بالبنينة وقال الله تعالى عليهم عندما اهلكهم بالريح تنزع الناس كأنهم اعجاز نخل منقعر توحي بالكثرة مثلها تماما قوله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقوله تعالى والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات افبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون تذكير بنعمة البنينة ذاتها وليس كثرتها وقوله تعالى في اخباره بين عداء المسلمين مع اليهود قال تعالى ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنينة وجعلناكم اكثر نفيرا تذكير بنعمة كثرة البنينة والاموال لاحظ ان المسلمين اليوم قرابة ربع العالم ويملكون ثلث ثروات العالم الطبيعية خمسة اجتمعت لهم الشدة في القوة والضخمة في البنيان اما عن شدة القوة فعندما قالوا من اشد منا قوة رد الله عليهم وقال انه هو اشد منهم وهذا الرد والتعقيب على ادعاء القوة لم يكن الا لعاد فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوة اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة وكانوا باياتنا يرحدون غير ان باقي الامم اشار الله لشدتهم بانه يوجد مثلهم من الخلق من هو اشد منهم قوة ولم يقل لهم انا اشد منكم مثل ما قال لعاد وعندما قال قاروين قال انما اتته على علم عندي قال الله له اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون وقال عن قريش وكأين من قرية هي اشد قوة من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم فلا ناصر لهم واما عن طولهم فوصفهم الله عند هلاكهم بوصف النخلي وهذا الوصف بالنخلي لم يكن لغير عاد اذ قال تعالى تنزع الناس كأنهم اعجاز نخل منقعر وقال ايضا سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام حسوما فترى القوم فيها صرع كأنهم اعجاز نخل خاوية وقال لهم نبيهم هود عليه السلام او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون وتعبير اشد قوة اقترن ذكره فقط بذكر قوم عاد حيث انهم تفردوا به عن العالمين وان جاء هذا التعبير بدون ذكر قوم عاد كان لا يزال سياق الكلام يحمل الاشارة اليهم قال تعالى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اكثر منهم واشد قوة واثارا في الارض فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وهذه الايات تشير الى قوم عاد كانوا اكثر عددا اشد قوة اكثر اثارا في الارض عندهم من العلم ما لم يكن عند غيرهم رفضوا الايمان بالله وحده سمات بيّن الله انها لعاد ولم يذكرها مجتمعة مع غيرهم وكانوا قوما يؤمنون بالله ولكن يشركون في عبادته حيث احتجوا على نبيهم هود قال الله على لسانهم قالوا اجئتنا لنعبد لها وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا فأتنا بما تعيدنا ان كنت من الصادقين ستة زيادة في نعم البصر والسمع والافئدة قال تعالى ولقد مكنهم فيما ان مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدة فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يرحدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقوله جعلنا لهم سمعا وبصرا وافئدة يعني انهم تميزوا في هذا عن باقي الناس لان الله ذكرها لنا وقال لم تغنى عنهم وكانوا بها يرحدون اما باقي الامم فلم يذكر هذا معهم نذكر الان فرعون ومن قبله من الامم السابقة التي اهلكها الله بذنوبها القرون الاولى على الترتيب الزمني قوم نوح عاد وثمود وقوم لوط المؤتفكات واصحاب الايكة قوم شعيب وبلدهم مدين قوم فرعون اخرهم تحديدا قوم فرعون قال تعالى وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأَوْلَى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وفي القرآن إشارة في أكثر من موضع لمن سبق فرعون وهذا لم يكن إلا لفرعون من حيث أن الله أشار لمن قبله قال تعالى كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب وهذه الإشارة قد تكون لأحد أمرين لا ثالث لهما الأول من كان قبله في صابق الزمان حيث أن قوم فرعون هم آخر الأقوام التي أهلكها الله بذنوبها قال تعالى لقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون الثاني من كان قبله في المكان قال تعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرع كأنهم أعجاز نخل خوية فهل ترى لهم من باقية وقال تعالى قال لا إني اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسبونين والإله بطبيعة الحال لا يزول بل باقيا لا يموت وأراد فرعون تأكيد هذا المعنى للسحرة الذين آمنوا برب موسى وهارون قال تعالى على لسانه قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحرة فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخلي ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى فرد عليه السحرة يكذبون ألوهيته وبقاءه إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطينا وما أكرهتنا عليه من السحر وله خير وأبقى ولعل ادعاء الألوهية والبقاء هو السبب الذي به نجاه الله ببدنه ليعلم من وراءه بأنه مات ولو كان البحر ابتلعه دون لفظه لقالوا ذهب وسيعود يوما ما قال تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية إذن فرعون أقسم وأشعر الناس بأنه باق ولا يموت أي ليس له زوال فلنتأمل هذه الآيات قال تعالى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وهاهو فرعون الذي أقسم ما له من زوال ويشهد الله أنه سكن في مساكن من قبله بعدما عرفهم وتبين له ذلك فرعون مسرف يعلم القرون الأولى ويمشي في مساكن الذين ظلموا أنفسهم دون أن يتعظ وصفت أقوام بأنهم مسرفون قال تعالى قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين وأيضا قال تعالى إذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مرا كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولم يصف فرد واحد صراحة بأنه مسرف إلا فرعون قال تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن لها لا يهدي من هو مسرف كذاب وقال تعالى على لسان مؤمن آل فرعون ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتب وقال تعالى ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين فرعون أيضا كان يسأل موسى عن القرون الأولى قال تعالى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى أضف إلى ذلك أن كلمة مساكنهم وردت في ذكر الأمم الهالكة مع ذكر عاد وثمود فقط إذن فلنتأمل هذه الآية جيدا قال تعالى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لا آيات لأولنها والإشارة للعذاب بالبقاء ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى واستهزاء من رب العالمين لإدعاء فرعون البقاء قال تعالى على لسان فرعون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى ويري صاحب هذا الرأي أن حضارة عاد كانت في مصر قبل عصر الفراعنة حيث ذكر الله تعالى أن حضارة عاد هي حضارة جنات وعيون فاتقوا لها وأطعوني واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنينا وجنات وعيون وقال تعالى أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين وبالبحث نجد أن كلمتي جنات وعيون ورد في القرآن الكريم على أربعة أوجه واحد في جنة الخلد قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون اثنان مع فرعون قال تعالى فأخرجناهم من جنات وعيون ثلاثة مع قوم عاد التي نبحث عن مكانها قال تعالى واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنينا وجنات وعيون أربعة مع ثمود قال تعالى كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا لها وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون أما ثمود حدد مكانها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال مررنا مع رسول الله على الحجر ديار قوم ثمود فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم ثم زجر أي زجر ناقته فأسرع حتى خلفها أي تجاوز الديار وبين لنا القرآن الكريم مدى التحضر الذي يعيشه فرعون وقومه في أكثر من موضع في القرآن الكريم قال تعالى وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين الآية تشرح أن فرعون وقومه كانوا يستخدمون الطين المحروقة للبناء وسياق الآية يدل على أن فرعون واجه حالة طوارئ التعبير بالفاء يدل على سرعة لأنه لم يعتد بناء الصروح ولم تكن عنده صروح جاهزة فأصدر أمرا لوزيره للقيام بمثل هذه المهمة الأهرامات كانت مغطاة بطبقة ناعمة من الديباج وقتها فلا حيلة له بتسلقها كما ذكر المؤرخون العرب لما دخلوا مصر وقال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وكلمة يعرشون تفيد الأبنية البسيطة من الخشب والطين انظر إلى قوله تعالى للنحل قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل أني أتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون وكل أبنية النحل من جذوع الأشجار أو الطين ولم تبقى أية أثار لفرعون وقومه تذكر لأن الله دمرها طبقا لما جاء في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولعل من الملاحظ أن ما جاء في الآية لفظ فرعون وقومه التي هي أعم وأشمل من لفظ آل فرعون للدلالة على أن كل الفراعنة كانوا يبنون من الطين وليس أسرة فرعون موسى فقا والخلاصة أن جنات وعيون بأرض فرعون التي هي أرض عاد وفرعون يمشي في مساكن القرون الأولى منها عاد دون أن يتذكر ويختبر صدق موسى بالسؤال عما يعلمه يقينا عن القرون الأولى ويتفرد بالإسراف في الكفر عن غيره من الكافرين بإدعاء الألوهية ويقسم ما له من زوال وأنه هو الأبقى ورغم ذلك سكن مساكن الأمم التي أهلكها الله وهو يعلم متبينا من ذلك ومؤمن من قومه يذكره بما حل للأقوام السابقة التي كانت قبله في المكان ولكن لم يتذكر فأخذه الله بالسنين كما أخذ عادا بالسنين لعله يذكر لكنه استكبر في الأرض بغير الحق كما استكبرت عادا بغير الحق فأغرقه الله وأتبعه في هذه الدنيا لعنة وفي الآخرة كما أتبع عادا بلعنة في الدنيا والآخرة وترك جسده ليعلم من خلفه أنه يموت وليس إلها كما أقسم لهم ودمر الله ما كان يصنع فرعون وقومه وما كان يبنون من الطين والأشجار ثم يقدم صاحب هذا الرأي بعض الأدلة العلمية منها تشابه الأهرامات مع أبنية قوم عاد المذكورة في القرآن قال تعالى على لسان هود النبي قوم عاد أتبنون بكل ريع آية تعبثون الريع هو المكان المرتفع من الأرض وتبنون آية تعني تبنون بناء فريدا غريبا واضحا وجليا ولا فائدة منه جميع مواقع الأهرام مبنية على تلال قال الدكتور أحمد فخري في كتاب الأهرامات المصرية ولا أحد يدري ما الفائدة والغرض من بناء الأهرامات بالضبط حتى الإدعاء أنها مقابر إدعاء ساخر لأن ليس كل المقابر على شكل أهرام ولم يكتشف في أي من الأهرامات أي جثث ولا مميوات على الإطلاق وهناك تشابه كبير بين قوم فرعون وقوم عاد يجعل الخلط بينهما أمرا واردا إلا أن المؤرخين يقولون أن قوم عاد كانوا يعيشون في جنوب الجزيرة العربية وليس في مصر ونعود إلى التشابه بين قوم عاد وقوم فرعون ومنها واحد التجبر الآيات التي ذكرت التجبر وردت في عاد وفرعون غير أن باقي الأمم لم يفهم من السياق أنها كانت متجبرة مع عاد قال تعالى أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين وتجبروا فرعون عندما كان الرجل المؤمن من آل فرعون ينصح قومه قال تعالى على لسانه الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يهامان بن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب وما أدل على تجبر بطش فرعون من الأوتادي التي كان يمزق بها جسد من يخالفه قال تعالى كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتادي قال تعالى وفرعون ذي الأوتادي وما صنعه مع السحرة الذين آمنوا مع موسى قال تعالى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحرة فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخلي ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى اثنان الإنذار بالسنين قبل نزول الهلاكي هاتان الأمتان عاد وفرعون هما الأمتان اللتان أنذرهما الله قبل نزول العذاب إنذارا دام لسنوات مع ثمود كان الإنذار لثلاثة أيام قال تعالى فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فأما عاد لما اشتد عليهم الجفاف قال تعالى لما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم وعندما اشتد عليهم الجفاف طلب منهم نبي الله هود أن يستغفر الله ويعبده وحده حتى يرسل الله السماء عليهم مدرارا قال تعالى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين وأما عن فرعون قال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون وفرعون كان يعلم ما حدث للأمم السابقة عنه أما دليل معرفة فرعون وقومه هو ما قاله مؤمن آل فرعون مذكرا فرعون وملائه قال تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن لها لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشادي وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد وهذا دليل واضح على علم آل فرعون بما حدث للأمم الغابرة فهو يذكرهم ببأس الله وعذابه الذي حل بالأمم التي كانت قبلهم ولم ينفعهم هذا التذكير فأخذهم الله بالسنين كما فعل مع أسلافهم لعلهم يذكرون قال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون وها هو نبي الله موسى مخاطبا بني إسرائيل يقول نفس كلام مؤمن آل فرعون قال تعالى وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمودة والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قال تعالى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى والكتاب هو القرآن الكريم لأن ذكر القرون الأولى لم يرد لا في التوراة ولا في الإنجيل بل جاء في القرآن ولعل هذا التشابه بين قوم عاد وقوم فرعون يجعلنا نظن أنهما كان قبيلة واحدة عاشت على مرحلتين من التاريخ وقد تكون عاد الأولى تسكن جنوب الجزيرة وعاد الثانية التي من أصل عاد الأولى هاجرت إلى مصر وعاشت فيها قال تعالى وأنه أهلك عادا الأولى وقوله تعالى عادا الأولى أي أن هناك عاد أخرى غيرها من أصلها وقد تكون مشتركة في صفاتها المذكورة في القرآن الكريم والتي استحقت عليها الهلاك من الله عز وجل وبالتالي يكون القرآن الكريم قد وضع صفات قوم عاد المتكررة في أي أمة تفعل فعلها مثل أمريكا مثلا التي ينطبق عليها صفات قوم عاد الأولى نأتي الآن لفرضية الفراعنة وبناء الأهرامات بنات الأهرامات المصرية بعد أن استعرضنا الرأي القائلة بأن قوم عاد هم بنات الأهرام وأوضحنا أن عاد الأولى غير عاد الثانية والثالثة وأن الفراعنة يمثلون عادا الأخرى غير الأولى في صفاتهم وفي السلالة والنسب وإن اختلفت الأزمنة نستعرض بعد ذلك الرأي القائلة بأن الفراعنة هم بنات الأهرام فالبحث الذي انتهى إلى أن الفراعنة ليس بنات الأهرام وأن قوم عاد الأولى هم بنات الأهرام استند على ما استند عليه قوله تعالى وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين وهذا القول وإن كان صاحب هذا الرأي يستند إليه للدلالة أن الفراعنة كانوا يبنون مبانيهم من الطين المحروق بواسطة النار وبالتالي لا يعقل أن يكونوا بنات الأهرام المبنية من الحجارة الضخمة هذا القول يمكن الاستدلال به على أن الفراعنة هم بنات الأهرام وهذا ما أثبته البروفيسور جوزيف دافي دوفيتس مدير معهد جيوبوليمير الفرنسي الذي رأى أن الأهرامات بنيت أساسا من الطين وأنه تم استخدام الطين كوسيلة لنقل الأحجار على شكل خاص وهو ضد ما كان يعتقده علماء الآثار من أن بناء الأهرامات كان من الأحجار الطبيعية أي أن الأهرامات بنيت من طين تم تسخينه بدرجة حرارة عالية كما قال تعالى فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين هكذا جاء العلم الحديث وتلك النظرية مطابقة لما جاء به القرآن الكريم لقد كان المعتقد أن الفراعنة قام بنحت الحجارة وكان السؤال كيف جاءت جميع الحجارة متطابقة حتى إنك لا تجد مسافة شعرة بين الحجر والآخر وأين المعدات التي استخدمت في نحت الحجارة فلم يتم العثور حتى الآن على أي واحد منها إن هذا الاكتشاف يؤكد أن العلماء كانوا مخطئين عندما ظنوا أن الأهرامات بنيت من الحجارة والأقرب للمنطق والحقيقة أن نقول أن حضارة الفراعنة قامت على الطين إن هذا الهرام كان أعلى بناء في العالم حيث بلغ ارتفاعه بحدود 146 مترا واستخدم في بنائه ملايين الأحجار وكل حجر يزن عدة أطنان إنه عمل ضخم يدل على القوة التي وصل إليها الفراعنة قبل أربعة آلاف وخمسمائة سنة ويفترض البحث أن الطين ومواد أخرى أخذت من تربة نهر النيل ووضعت هذه المواد معا في قوالب حجرية محكمة ثم سخنت لدرجة حرارة عالية مما أدى إلى تفاعل هذه المواد وتشكيلها حجارة تشبه الحجارة الناتجة عن البراكيني أو التي تشكلت قبل ملايين السنين ويؤكد العالم دايل دوفيتس أن الحجارة التي بنيت منها الأهرامات صنعت أساسا من الكلس والطين والماء لأن التحليل باستخدام تقنية النانو أثبتت وجود كميات من الماء في هذه الحجارة ومثل هذه الكميات غير موجودة في الأحجار الطبيعية كذلك هناك تناسق في البنية الداخلية للأحجار وهذا يؤكد أنه من غير المعقول أن تكون قد جلبت ثم نحتت بهذا الشكل والاحتمال الأكثر واقعية أنهم صبوا الطين في قوالب فجاءت أشكال الأحجار متناسقة تماما مثلما نصب اليوم الأدوات البلاستيكية في قوالب فتأتي جميع القطع متساوية ومتشابهة تماما لقد استعمل المجهر الإلكترونية لتحليل عينات من حجارة الأهرامات وكانت النتيجة أقرب لرأي ديفيدوفيس وظهرت باللورات الكوارتز المتشكلة نتيجة تسخين الطين واضحة وصرح بأنه لا يوجد في الطبيعة مثل هذه الأحجار وهذا يؤكد أنها صنعت من قبل الفراعنة وقد أثبت التحليل الإلكتروني على المقياس المصغر جدا وجود ثاني أكسيد السيليكون وهذا يثبت أن الأحجار ليست طبيعية أما البرفيسور ميشال بارسوم يقف بجانب الأهرام العظمى ويؤكد أن هذه الحجارة صبت ضمن قوالب وما هي إلا عبارة عن طين وهذا ما أثبته في أبحاثه بعد تجارب طويلة تبين بنتيجتها أن هذه الحجارة ليست طبيعية لأنها وبعد التحليل بالمجهر الإلكتروني تأكد أن هذه الحجارة تشكلت بنتيجة تفاعل سريع بين الطين والكلس والماء بدرجة حرارة عالية إن كتاب دايليدوفيتس الشهيرة والذي جاء بعنواني ونشر بفرنسا عام 2002 حل جميع المشاكل والألغاز التي نسجت حول طريقة بناء الأهرامات ووضع آلية هندسية بسيطة للبناء من الطين وكان مقنعا لكثير من الباحثين في هذا العلم ويؤكد بعض الباحثين أن الأفران أو المواقد استخدمت قديما لصناعة السيراميك والتماثيل فكان الاستخدام الشائع للنار أن يصنع تمثالا من الطين الممزوج بالمعادن وبعض المواد الطبيعية ثم يقدون عليه النار حتى يتصلب ويأخذ شكل الصخور الحقيقية وقد استخدمت العديد من الحضارات أسلوب الطين المسخن لصنع الأحجار والتماثيل والأدوات كما أكدت الأبحاث جميعها أن الطريقة التي كان يستخدمها الفراعنة في الأبنية العالية مثل الأهرامات أنهم يصنعون سككا خشبية تلتف حول الهرم بطريقة حلزونية مثل عريشة العنب التي تلتف حول نفسها وتصعد للأعلى وهناك أبحاث أخرى تصل إلى النتيجة ذاتها فقد أثبت التحاليل أخرى باستخدام الأشعة السينية وجود فقاعات هواء داخل العينات المأخوذة من الأهرامات ومثل هذه الفقاعات تشكلت أثناء صب الأحجار من الطين بسبب الحرارة وتبخر الماء من الطين ومثل هذه الفقاعات لا توجد في الأحجار الطبيعية وهذا يضيف دليلا جديدا على أن الأحجار مصنوعة من الطين الكلسي ولا يزيد عمرها على أربعة آلاف وسبعمائة سنة ويؤكد البرفيسور الإيطالي ماريو كوليباردي والذي درس هندسة بناء الأهرامات أن الفراعنة كل ما فعلوه أنهم جاءوا بالتراب الكلسي المتوفر بكثرة في منطقتهم ومزجوه بالتراب العادي وأضافوا إليه الماء من نهر النيل وقاموا بإيقاد النار عليه لدرجة حرارة بحدود تسعمائة درجة مئوية مما أكسبه صلابة وشكلا يشبه الصخور الطبيعية هذه الأبحاث وتلك النظرية قد فسرت وأوضحت الكثير من الغموض حول بناء الهرامي ومنها أن البناء لا يكلف الكثير من الجهد لأن العمال لن يحملوا أية أحجار ويرفعوها كل ما عليهم فعله هو صنع القوالب التي سيصب فيها الطين ونقل الطين من الأرض والصعود به في أوعية صغيرة كل عامل يحمل وعاء فيه شيء من الطين ثم يملأ القالب وبعد ذلك تأتي عملية الإحماء على النار حتى يتشكل الحجر ويستقر في مكانه وبهذه الطريقة يضمن أنه لا توجد فراغات بين الحجر والآخر مما ساهم في إبقاء هذه الأهرامات آلاف السنين وهذه الطريقة في صناعة قوالب الطوب من الطين كانت مستخدمة إلى الآن في عمل الطوب قبل الأمر بعدم تجريف الأرض الزراعية لاستخراج الطين منها ثم وضعه في قوالب وأفران مخصصة لتلك الصناعة في مصر وهي موجودة حتى الآن وكانت الأهرامات مغطاة بطبقة من هذا الطين الذي صنعت من حجارته وما زال الهرم الأوسط تحتفظ قمته بطبقة من هذا الطين إنها تكنولوجيا احتفظت الحضارة الفرعونية بسرها وكشف عنها القرآن الكريم منذ أكثر من 1400 عام ورغم وجاهة هذا الرأي إلا أنه لم يحسم أمر من هو باني الهرم لأنه لم يثبت أن الفراعينة قد بنوا بيوتهم أو قصورهم بتلك الطريقة بل إنه لم يعثر لهم على قصور لملوكهم وأن الله عز وجل قد دمر ما بناه الفراعينة قال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون فقد كانت أبنية الفراعينة بسيطة وهذا معنى كلمة يعرشون وليست بتلك الضخامة التي عليها الأهرام ومما يرد أيضا على ما توصل إليه الباحث من أن الفراعينة هم بنات الأهرام بالطريقة التي شرحوها أن القلاع الفرعونية الخمسة في سيناء قد تم بناؤها من الطين كما ذكر فرعون موسى لوزيره هامان أن يضع له برجا عاليا من الطين المصنوع من الطين المصري بعد وضعه في فرن كما يفعل المصريون حتى الآن في صناعة طوب البناء وبالتالي لا يعقل أن يبني الفراعينة بيوتهم من طوب صنع من تراب الأرض وطميه وكذلك قلعهم ثم يبنون أهرامات يظن البعض حسب الدعاية اليهودية أنها صنعت قبورا تكون بتلك الضخامة من حجارة كبيرة الحجم والوزن ولهذا ولأسباب أخرى سوف نأتي على ذكرها لاحقا إن شاء الله في حينه وأن الفراعينة ليسوا بنات الأهرام ومن هؤلاء المقريزي في كتاب المواعذ والاعتبار في الجزء الثاني أن أهل المغرب لما أنذر حكماؤهم بالطوفان اتخذوا المباني العظيمة كالهرمين بمصر ونحوهما ولهذا ذهب صاحب هذا الرأي بأن قوم عاد هم بنات الأهرام بمصر وأن الفراعينة لما جاءوا بعدهم لم يتعظوا بما حدث لقوم عاد وتلك عادة الأمم الغابرة والحالية لا تتعظوا قال تعالى وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقال أيضا وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال أضف إلى ذلك عدم وجود دليل يقيني على أن قوم عاد سكنوا اليمن أو جنوب الجزيرة العربية إلا أشعار قيلت في ذلك وكان رد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على تلك الأشعار التي تتغنى بوجود قوم عاد باليمني وهل يستدل على الأثر بالشعر فمكان وجود قوم عاد لا يزال مجهولا لا يعلم تحديدا ويقينا من وجوده فمن الممكن أن يكون في مصر أو غيرها ومن الممكن أنهم سكنوا اليمن زمنا ثم رحلوا وسكنوا مصر وأماكن أخرى فقوم عاد على مر التاريخ قبل الطوفان وبعده هم الجبارون وهم العماليق ولا شك أن العماليق سكنوا مكة وحكموا مصر أيضا ومن سلالتهم الفراعنة كما ذكرنا قبل ذلك ومن هنا كان الخلط وبعد ذكر كل ذلك يتعين علينا البحث عن دور المسيح الدجال في بناء الأهرام في الفيديو القادم بإذن الله وسبب بناء الأهرام ذلك البناء الشامخ الذي تعدى عمره الآلاف من السنوات وما زال كما هو رغم محاولات الباحثين اليهودي من إقناعنا أنها مقابر الملوك فراعنة مثل خوف الذي اتضح أنه ليس اسما لملك فرعوني كما زعموا فالغموض حول من بنى الأهرام وسبب البناء سوف يفسر الكثير ويفتح أبوابا جديدة للمعرفة عن المسيح الدجال وقرينه إبليس وهذا ما سنحاول معرفته الحلقة القادمة بإذن الله انتظرونا وإلى اللقاء